يعني إذا ما سرنا لهم شعي جولنا أدخلنا بين المكالة فعي هذا بس هذي كان فعلنا زيادة انخدع عمر بهذه الشعارات الزائفة كمن خدع كثيرون عمر الذي استدرجته الميليشيال يقاتل في صفوفها فكان قدره الأسر على حدود مدينة مارب مشهد يختزل شوق عام ونصف من القياب بين الأم وفل ذات كبدها بين الحقيقة والزيف كأنه عيد كأنه ولد من جديد يعني ما هو أعظم من العيد العيد ما كنتش أحس بعياد ولا بشي ما حسيت بالعيد اللاحنة بسرت في حظني ابني بكت الأم فرحا وبك ابنها لقساوة التجربة وبكت الإنسانية لكثر ما تعرض الإنسان في زمن الميليشيا حيث قلت الخيارات يكون المرء قاتلا أو مقتولا ما عاد أحد يدري أفقد الحياة أم الحياة من فقدته خرير الطويل قناة بلقيس مارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر